الاستعداد والتأهب لاقتناص الفرصة القادمة من أهم الأمور التي يجب أن يتمتع بها الشخص الراغب بالنجاح في حياته الحياة بتعقيداتها وما وصلت إليه من صعوبة وما آلت إليه من تشابك وبكافة مستوياتها ما زال فيها الأمل ينير داخل العقول المتفتحة الانصياع لعقول خاوية هو سبب رئيسي للتشتت الذهن والابتعاد عن طريق التقدم العمل الجاد بعقلية سليمة ومحبة للحياة هو ما يدفع الإنسان للنهوض بواقعه والبدء بتحويل أحلامه إلى حقيقة توجيه الطاقة نحو تحقيق الأهداف والسعي الدائم لتطوير الذات من الأمور المهمة والضرورية التي يجب عملها في الوقت الراهن السلبية نحن محاطون بها تأتينا على هيئة أخبار أحداث أشخاص فعل حواس استشعارك بها وتخلص منها بذكاء واسمح لما هو إيجابي بالمرور لعقلك ليمدك بشحن إضافي لطاقتك الذاتية استغل ما أنت مميز به واعمل على تحسينه بذكاء اسقل موهبتك وتفرد بها قدس ما تعمله حتى وإن كان بسيطا لا تعر اهتماما لكلامهم ربما هم بالفعل يريدون لك خيرا لكن الظروف تمكنت منهم وبدوا سلبيين حتى في نصائحهم طور مهاراتك على كافة المستويات تعامل مع الآخرين برقي اسلوبك، كلامك، تصرفاتك يجب أن تكون على مستوى عالي ممهدا لولادة حقيقية لشخص رفض أن تكونه ظروفه واختار التحليق عاليا ليكون تأثيره على مجتمعه أقوى نحو طريق الخير كل ذلك سيحصل إن كنت مستعدا لإقتناص الفرصة القادمة بقوة العقل والتفكير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ذر